برحيل رفعت وكمال المصر اتأثر فعلا المصر اتأثر برحيل لتنين عمر كمال وعمر كمال اتنين من يعني عمدة المنتخب في كاس أمم الفريقية ورفعت كان في كاس العرب بالضبط كده فالنادي المصري ان شاء الله اعتقد في الانتقرات الصيفية لازم في تدعمات للفرق عشان يبقى قوام فرق كامل محترم احنا انا رأيي الشخصي يعني عمر مرعي مهاجم كويس لكن احنا محتاجين مهاجم كمان كويس جدا مع عمر مرعي مهاجم واحد مع نجم الجديد للنادي المصري لياسي الجلسي لياسي الجلسي النهارده هدف التالي انا بعتبره نجم المباراة هو هيسم العيوني لكن انا بقول عايزين احنا كمان صانع لعب ومفكر زي وزي لياسي الجلسي كده عشان يبقى في عدة المنافسة النهارده لو ده اتوقف ولا انذرين ولا عايز بالله اصابة ولا حاجة هاي محتاجين الدكة برا لازم تكون بقوة الموجودة تكون بقوة الموجودة في الملعب علشان تقدر تبقى انت فرقة بطولة او فرقة منافسة بالشكل ده هيكتمل الشكل والمنظومة بتاعة فرقة النادي المصري على بداية الموسم ان شاء الله بإذن الله احنا عملنا تا دعمات كويسة في الصيف في الشتاء اللي هي الاتنين المساكين والجلسي ده اضافة ممتازة للفرقة فيه كمان لو الفلسطيني بلح ده كويس ان شاء الله بيبشر بحاجة احرز الهدف الاول فان شاء الله بإذن الله انا بقول ان فرقة النادي المصري جاي على الطريق وتبقى حاجة كويسة ان شاء الله بإذن الله احلام الجماهير في بورسعيد زادت بعد تعادل مع القطن الكاميروني وفوز النهاردة على فريق بحجم مازنبي الكنغولي شايف ان الفريق الحالي وانا شايفك بتكلم عنه يعني بعش وفهم كل واحد ماشي زي فيهم زودت التموحات عند الكل ان المصري حق البطولة دي سنادي ولا شايفة يعني احنا نصل للأدوار المتقدمة يبقى ده مبتغى بورسعيد بس يا دكتور انا بحلم ان النادي المصري ياخد بطولة افريقية ان شاء الله بإذن الله اللي انا عايز اقوله لك انا يمكن متحمس وعاشق لنادية واندفاعي في الحب الجارف ده لنادية ده ما ينفيش ان انا لازم بردك اقولك ابصر لك الامور ابصر الامور بمعنى ان احنا فنيا ماشيين ازاي وفنيا عايزين ايه احنا بردك خلي بالك حتى لو احنا في المجموعة ان شاء الله بإذن الله انا شايف برؤية فنية ان احنا هناخد او هنعتلك كده بعد مجرد اه ان شاء الله بإذن الله لان انت بتلعب مع مازنبي ده خبرات جمدة جدا في افريقيا على فكرة هو الاول في الدور بتاعه بثمان وثلاثين نقطة مازنبي من الفرق الكبيرة في القرى يعني هو بيسبق فيتا كلوب في الترتيب هو الاول وفيتا كلوب بالتاني فاسم كبير في افريقيا مازنبي الكتن الكاميروني اسم كبير وكان بيدعرع النادي الاهلي في وقت من الاوقات فانت بردك خلي بالك النادي المصري بدأ اكتسب خبرات افريقية من حكم ان هو بيشتغل في الكونفدرالية اكتر من كذا سنة فاصبح فيه خبرات لكن احنا احسن من قبل كذا احسن فنيا وممكن اقولك انا بشرح مبسط سريع احنا مثلا في نص ملعب الوقت يبقى خلاص ريسة المركب على ان في اتنين في نص ملعب اتنين مصامير كويسين اللي هو فريد شوق وعمري موسى اللي اتنين ارتكاز ادوا حرية وادوا اريحية لالياسي الجلاص اللي هو العقل المدبر اللي هو يتحرك بأرحية اللي هو يتحرك الفرقة وانه هو يبقى بليميكر للفريق يمد النحيات نحية جريندو نحية عنطر نحية حمودي انا اممكن النهاردة في ملحوظة وده رأيي الشخصي انا ان جريندو لو كان بادئ المباراة نحية المين مش نحية الشمال كان يبقى فيه خطورة اقوى واكبر للنادي المصري اممكن فطن لها المدينة الفاني معين الشعباني وعمل تغييرا مخرك حمودي ومش معنى حمودي اصل لا حمودي كان كويس وقدة وعرق تماما لكن يعني هو فطن بشكل جيد المدينة الفاني انه هو نزل عنطر مكان حمودي ونقل جريندو في العيدلة بتاعته وجاب عنطر جابنا حتى يمكن الهدف التاني وبدأ جريندو يعمل نشاط في الجابهة اليمين من الملاحيث بردك الفنية انه بردك لازم بقول في اذن كريم العراقي انتبه شوية للنحية الدفعية بتاعتك انت عندك طموحات وعندك اهوائك ميلة كتير للنواحي الهجومية لان انا عارف انا مربيه بردك ان هو اصلا مش بكرايت هو تحت رأس الحر من نحية اليمين لكن هو بردك مش عايزه يغفل الجانب الدفعي بالزبط كده الاصل غلات لكن في رئة النادي مصري بشكل النهاردة بدأت تكتمل المنظومة في الثلاث خطوط خط الدفع وخط وسط وخط هجوم برده كان دحق مسعود في كرة في اللي خبطت في ايده في القائم النهاردة كانت ممكن تغير النتيجة كان شكله كويس عنده سبات انفعال كويس هم الحراس الجيدين اللي في مصري كلهم ان شاء الله بيزي